ثم نطارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وقال الخولي إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة وحرص الرئيس سيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي وأكد الخولي أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق للسعي نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي ممن تنطبق عليهم الشروط في أسرع وقت ممكن